بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حياكم الله أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في برنامجنا مواقف من السيرة ذكرنا أيها الإخوة في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آلمه وأحزنه حزنا شديدا وفات عمه أبو طالب أو عمه أبو طالب ولم يسلم فكان ذلك وقعه عليه صلى الله عليه وسلم وقعا شديدا صلى الله عليه وسلم لأن عمه له مكانة في قلبه لما آواه ومنعه وأيده ونصره على كفار مكة وكما ذكرنا أيها الإخوة كان ذلك في السنة العاشرة من البعثة وهذا العام أيها الإخوة أو سنة العاشرة كان يسمى بعام الحزن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير بعد أيام وقيل شهر وقيل شهرين توفي شخص آخر ممن له مكانة كبيرة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن ذلك من امتحانه صلى الله عليه وسلم ومن الابتلاء الذي ابتلي به صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرب كل بلاء وكل مصيبة فكل بلية وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم وكل مصيبة أصيب بها صلى الله عليه وسلم ومن ذلك فقد الأقرباء والأحباب ففقد عمه وزاد من حزنه أن عمه لم يسلم وبعد ذلك بأيام قلائل في السنة العاشرة من البعثة وعام الحزن وبعد ذلك أصيب أيضاً بأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها أم أولاده وأم بناته رضي الله عنها فتوفيت بعد عمه أبو طالب خديجة بنت خويلد كانت نعمة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت من أشد من واس النبي صلى الله عليه وسلم وأعانته على إبلاغ رسالته وشاركته في جهاده صلى الله عليه وسلم وواسته رضي الله عنها بنفسها ومالها وكذلك كانت هي الحاضنة له صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تشد من أزره صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تمح الحزن عنه صلى الله عليه وسلم فكانت نعمة زوجة ونعمة صاحبة ونعمة المجاهدة معه رضي الله عنها وصلى الله وسلم على نبينا محمد متى توفيت خديجة رضي الله عنها ذكر الإمام البخاري في صحيحه أنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات وقد ذكر أهل العلم أنها توفيت في مكة في السنة العاشرة من البعثة أي قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات قال ذلك الحافظ بن حجر وهو أيضا معلوم عند أهل السير خديجة رضي الله عنها وأرضاها توفيت قبل أن تفرض الصلاة في الإسراء فتوفيت قبل أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعرج به إلى السماء توفيت قبل حادثة الإسراء والمعراج ودفنت رضي الله عنها بالحجون كما ذكر ذلك أهل العلم والحجون المكان في الغالب الذي يدفن فيه أهل مكة عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة خمسة وعشرون سنة يعني كانت تؤيده وتنصره وتشد من أزره رضي الله عنها وهي الزوجة الصالحة الطيبة الطاهرة أم ولده صلى الله عليه وسلم حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على وفاة خديجة بل أن الحافظ بن سعد قال كلمات قال لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم مصيبتين أو مصيبتان وهي وفاة عمه الذي كان يؤيده وينصره ووفاة زوجته التي كانت تحيطه وتجاهد معه وتؤازره فلا شك أن ذلك وقعه على النبي صلى الله عليه وسلم شديد جدا أيها الإخوة مما حدا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل السير أنه قل من الخروج ولازم بيته صلى الله عليه وسلم فأقل من الخروج إلى أهل مكة لذلك نكمل بعون الله عز وجل بعد الفاصل في فضائل هذه الصحابية وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم وخديجة في جنة عرضها السماوات والأرض نكمل بعد الفاصل أياكم الله أخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات نعم أيها الإخوة كان هذا العام هو عام الحزن فقد توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب ولم يسلم وكذلك توفيت زوجته الصادقة الصابرة المعينة له في دعوته صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد وخديجة بنت خويلد لها من الفضائل التي ذكرها أهل العلم وجاء بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بها حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين مكانتها وفضلها كما صح ذلك عند البخاري ومسلم وغيرهما من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرع عليها السلام من ربها يعني ربنا جل وعلا يسلم على خديجة رضي الله عنها وبشرها ببيت في الجنة في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ذلك من بشارات ربنا جل وعلا لخديجة من أنها من أهل الجنة ولا شك ولا ريب أن خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وكذلك زوجته في الآخرة وأيضا جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال خيروا نسائها يعني نساء الأرض مريم وكذلك خديجة فخديجة ومريم كما قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم قال رحمه الله والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما هي خير نساء الأرض في عصرها فخديجة رضي الله عنها ومريم بنت عمران أم عيسى لا شك أنهما خير نساء العالمين وخير نساء الأرض خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قد جاء في أو لها خصائص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الإمام بن القيم رحمه الله من خصائص خديجة فعد منها فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها وهذه لا شك لأنها مكافأة لخديجة رضي الله عنها لما كانت تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وتؤيده وتناصره وتعينه فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ لها ذلك فلم يتزوج عليها لماذا؟ لأنه معلوم أيها الإخوة أن الزوجة تغار إذا تزوج عليها زوجها وقد يقع في قلبها مثل ذلك فخشي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام بن القيم أنها من خصائصها أنه لم يتزوج عليها أيضاً ذكر الإمام بن القيم أن من خصائص خديجة على غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أولاده وبناته صلى الله عليه وسلم كان من خديجة وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما غارت من خديجة فقالت كانت عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة تغار على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو ينبغي أن يكون هو هدي كل امرأة صالحة أن تغار على زوجها ولكن هذه الغيرة لا تجعلها تصل إلى مرحلة الشك فالغيرة جميلة إذا كانت منضبطة بضابط الشريعة فغارت عائشة رضي الله عنها قالت ما غرته مثل ما غرته من خديجة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها دائما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بخير وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له شاتا ذبحت له وأهدى منها لصاحبات خديجة ولأهل خديجة أيضا من خصائص خديجة رضي الله عنها أن كل أولاده وبناته منها إلا ما كان من إبراهيم فإنه من مارية القبطية أيضا من خصائصها أنه كما قال نبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أنها خير نساء الأمة وأيضا من خصائصها أنها رضي الله عنها لم تسوءه قط يعني لم تضايق النبي صلى الله عليه وسلم قط ولم تغضبه قط ولم يعني يبتلى بها صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد من خديجة إلا كل خير وكذلك أيضا كما ذكر الإمام بن القيم قال ومن خواصها رضي الله عنها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله في هذه الأمة وهذا أيضا من خصائصها وأيضا من خصائصها أن الله جل وعلا أرسل جبريل لكي يبلغها سلامه سبحانه وتعالى عليها ويبشرها بالجنة نعم أيها الإخوة الزوج ينبغي عليه أن يراعي حال زوجته وأن يكون وفيا لها وكذلك الزوجة ينبغي عليها أن تكون وفية لزوجها وأن تراعي خاطره وأن تعينه حينما يبتلى وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي أمهات المؤمنين بأنهن وقفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة ما كان من خديجة أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم ووالدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين نلتقي بعون الله جل وعلا في مواقف جديدة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة